اهلا بكم من جديد منذ انطلاق ثورة السورية والقضية بما صابح بها من تداعيات في صلب اهتمامات الدول الخليج سواء على الصعيد السياسي او العسكري او الانساني ففي الوقت الذي تستضيف فيه الكويت سابع اجتماع لكبار المانحين لسوريا برعاية الامم المتحدة لمتابعة التزام الدول المانحة بالتزاماتها تواصل الدمينماسية السعودية اتصالاتها على الساحة الدولية بلقاءات عقدها وزير الخارجي السعودي مع وزير الخارجي الامريكي جون كيري ومع المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان ديمستورا لقاءات جدد خلالها مواقف المملكة الداعمة لرحيل بشار الاسد سلما او حربا والداعية لوقف القتل في حلب والداعمة للمفاوض السوري معنا في الستوديو استاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالله الشايجي وينضم الينا من الرياض رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات اسعد الزعبي اهلا بكما ضيفي الكريمين وابدأ معك سيد اسعد كيف تنظر الى ما تقوم به المملكة مؤخرا من دعم لكم كمعارضة وايضا مسار الحل لالازمة السورية بسم الله الرحمن الرحيم مسائل خير لك ولضيفك الكريم الواقع يعني لم نشعر يوما او لم يشعر السوريون على امتداد القطر السوري او حتى على امتداد المناطق التي وصلوا اليها كلاجئين محتاجين للمساعدة لم يشعروا انهم بعيدين عن الخليج لم يشعروا انهم فقط سوريون كانوا يعلمون تعلمون تماما انهم يحملون هوية سورية وهوية سعودية او هوية خليجية حقيقة فكانت القضية سورية هي قضية خليجية كما كانت قضية سورية كانت تهم الخليجيين قيادة وشعبا وحكومات كما ايضا كانت تهم الشعب السوري كمواطنين الواقع لم يشعر السوريين ابدا في كل لحظة من لحظات الثورة بهذه الهموم والمصاعب والاثقال التي كانت على اكتافهم لان الاشقاء في دول الخليج حملوا ذلك الهم بكل ما تعني هذه الكلمة من حمل عندما نتحدث عن المساعدات او عما قامت به دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية نقول على جميع السوريين ان يحموا قاماتهم احتراما لهذا البلد لهذا الشقيق الكبير الذي اثبت يوما بعد يوم وساعة بعد كل ساعة انه حقيقة هو الاب والام الحاضنة للاب للعرب والمسلمين هكذا شعرنا كسوريين لم نشعر اطلاقا يعني ما خفف عننا احلامنا واحزاننا هو وقوف اشقاءنا في الخليج وخاصة في المملكة العربية السعودية واذا سمعت لي طبعا بعد اذنك يعني ممكن الحديث عن مجالات الدعم او مجالات العمل لانني يعني ربما من اكثر السوريين اطلاعا على عما جرى بقضية دعم الشعب السوري من قبل دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية الجهد السياسي دعني اذا اتوقف معك بعيدا عن الجوانب الانسانية يعني الجانب السياسي الى اي درجة يحتاج بالفعل الى ان يكون واضحا حتى يدعم المعارضة في جهودها لإيجاد الحل يعني يكفي ان نقول ان ممثل المملكة العربية السعودية في كل المحافل الدولية سواء كان في الجامعة العربية في المنظمة المؤتمر الاسلامي في الامم المتحدة لم يألو جهدا اطلاقا في طرح القضية السورية في يعني دعم وطرح دعم القضية السورية على كل المنظمات الدولية اظهار ما يتعرض له الشعب السوري من قدر ودمار ويكفي ان هناك نقطة فاصلة حقيقة في تاريخ الثورة السورية لم تتحقق الا من خلال المؤتمر الذي عقد في الرياض منذ حوالي خمس شهور والذي يعتبر حقيقة يعني اللبنة الاولى في بناء الجسم السياسي العسكري للثورة السورية والتي من خلال هذا الجسم بدأ وصل السوريون الى منطقة التفاوض الى مسرح التفاوض وصلوا اقوياء مجتمعين متوحدين يعلمون تماما ان لديهم ظهر يسندهم هذا الظهر هو دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية التي تحدث بذلك كل ربما احلام اليقظة التي كان يحلم بها الروس او الايرانيون في انه لن يكون هناك اتفاق او وحدة او تعاون او جسم سياسي عسكري موحد في الثورة السورية دكتور عبدالله العمل يعني الدبلوماسي الخليجي الباحث دائما منذ بدء الازم السورية عن حل ودعم في اتجاهات عدة منها الانساني في اي اتجاه يجب ان يصب في هذه المرحلة مع كثرة تعقيدات الازم السورية شكرا تحية لك اخ فيصل والاخ اسعد من الرياض طبعا لا شك ان الازمة السورية تأتي في سياق الهجمة ضد المحور العربي الذي تقف دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمته وتتصدر العالم العربي ومنذ بداية الازمة السورية يجب ان نؤكد وكنا نحن من الداعين بدرجة الاولى الى محاصرة وعزل النظام السوري وكان الدول الخليج من قادة التحرك العربي كما تذكر بقطع العلاقات وبسحب السفراء الخليجيين وبطرد السفراء السوريين من النظام وهذا كان البعد السياسي البعد الآخر في محاولة جمع المعارضة السورية التي تعاني من مشاكل كبيرة ونجح مؤتمر الرياض كما ذكر الاخ اسعد بتوحيد المعارضة السورية بتشكيل وفد موحد وهذا كان تحدي كبير نجحت في السعودية بالاضافة الى ذلك كان هناك دعم ايضا انساني لكويت تصدت يعني فيه توزيع ادوار مهم جدا لدول الخليج لكويت تصدت لذلك بعقد ثلاث مؤتمرات عالمية بطلب من الأمم المتحدة وجمعت مليارات الدولارات والجماعة الرابعة كان في لندن قبل اشهر ايضا بحضور ورئاسة الكويت والنرويج وبريطانيا واكد على جمع عشر مليارات دولار وايضا هناك الدعم العسكري للفصائل المعارضة السورية وهناك نقاش دائم مع الامريكان الآن لوقف الحرب المجنونة على حلب وكذلك لإدخال الاسلحة نوعية وتذكر انت موقف دول مستعامة الخليجية وخاصة السعودية والامارات والكويت والدول الخليجية اخرى بان يكون هناك في دعم واضح للمعارضة السورية من اجل ان يكون في توازن قوة ويغير قواعد اللعبة ويغير المعادلة العسكرية التي بعد دخول الروسي مالك لمصلحة النظام والآن نرى ما يجري في حلب والتصدي أيضا الخليجي لذلك فقط اريد ان اؤكد ان هناك اهتمام رسمي خليجي وشعبي يعني شوف انت على تويتر الشعوب الخليجية كيف تتفاعل مع هاشتاغ حلب تحترق وانقذ حلب وهناك اليوم مطالبات من قبل قليل غررت أنا بتغريدة ان هناك الآن في دولة الكويت البيت الزكاة الكويتي بدأ يستقبل تبرعات عاجلة لمساعدة الشعب المحاصر والذي يقصف بشكل بلا رحمة في حلب فهناك بالفعل تعاطف هناك بعد إنساني بعد سياسي بعد أيضا على المجتمع الدولي ضغط اجتماع وزير الخارجية السعودي ومع لوفروف ومع كيري مع وزير خارجية الأردن من أجل أن يكون هناك في على الأقل وقف اطلاق النار وإيجاد حل بالفعل لهذه الأزمة التي أصبحت أزمة كل المواطنين العرب وليس فقط السوريين سيد سعد ما المطلوب الآن عربيا وخليجيين بعد كل ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية وآخرها المشاهد الحقيقة الدامية في حلب يعني أوضح بقليل من التفاصيل الدعم العسكري والدعم الدمولماسي من دول الخليج إلى الشعب السوري يعني عند الحديث عن الدعم الدمولماسي يكفي القول كما تفضل الدكتور أن الدول الخليج هي من تبنت حقيقة إيصال صوت السوريون أولا إلى الجامعة العربية كان لها الفضل في تجميد كرسي هذا النظام بالجامعة العربية ومحاولة حثيثة من دول الخليج وكما ذكرت وخاصة المملكة العربية السعودية في نقل كرسي الجامعة للمعارض السورية وكان هناك ثلاث مؤتمرات قمة عربية تم الحديث فيهما عن ضرورة نقل هذا الكرسي ربما كان آخرها مؤتمر القائرة وكان هناك إصرار مصري على عدم نقل هذا الكرسي أيضا كان هناك إصرار من الدول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية في تجميد عضوية سوريا في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة ومحاولة كانت حثيثة لطرد ممثل النظام هناك لكن يستطاعوا أن يضغطوا على الممثل ما الذي تأملونه الآن في ظل المزيد من التعقيدات سياسيا وأيضا ميدانيا في الداخل السوري سيد الكريم أنا أقول لك تماما من موقع العارف أن ما تقدم من دعم للشعب السوري من الحكومات والقيادات والشعب والشعب العربي في الخليج العربي يعني أعتقد الآن أعطانا فرصة وأعطانا نتيجة واضحة تماما لأن لا نعول إلا على أشقان في الخليج حقيقة ما يجري حاليا في حلب ما يجري من مؤامرات تحاق خلف الكواليس حتى من قبل روسيا وأمريكا أو ما يحاق أيضا حتى من تراجع من قبل الدول التي تعتبر نفسها صديقة للشعب السوري جعلنا نتمسك أكثر ونؤمن أكثر ونعول أكثر على الدور العربي الخليجي فقط لا غير وخاصة المملكة العربية السعودية ولا ننسى دور قطر والإمارات والبحرين والكويت لا ننسى أبدا هذا الدور الرائد الذي حقيقة نحن نتشرف به الآن نحن لا نعول إلا على هذا الدور وبالتالي كنا نعرف تماما خلال مسيرة الثورة خلال الأربعة أو الخمس سنوات الماضية ما كان يصلون من مساعدات هي من أشقان في الخليج ولكن كانت تصل عبر الدائرة الأمريكية لأن الدائرة الأمريكية أرادوا لنفسهم هذا الدور من أجل أن يقيدوا حركة هذه المساعدات لسوريا وكانت هناك أقول لك صراحة أن هناك مجموعة من التجاوزات وعلى حساب أحيانا على حساب الشعب الخليجي أو حساب الحكومات الخليجية كانت هناك تجاوزا أو تجاوزات للقيود الأمريكية أو للخطوط الأمريكية التي وضعتها الإدارة الأمريكية بأن لا يمتد ذلك المساعدات أو تدخل تلك المساعدات كما هي للشعب السوري ورغم ذلك تحمل أشقاءنا وأهلنا في الخليج وخاصة قياداتهم تحملوا عبء النقاش وعبء المواجهات والضغوط من قبل البعض وخاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكانوا حقيقة نعونا لأشقاء في ثورة سوريا خلال الخمس سنوات التي مضت نحن لا نعاول إلا على هذا الدور أثبتت الأيام أنه لا يمكن لنا أن نعاول إلا على هذا الدور وبالتالي حقيقة نحن كلما زادت أيام الثورة وكلما تكشفت الأمور أكثر كلما ارتبطنا إيمانا بأنه لا وجود حقيقة ولا معين لنا بعد الله إلا أشقاءنا في الخليج طيب دكتور اليوم وزير الخارجية السعودي قال أن إيران تستمر في إرسال قواتها هي التي تقوض مساعي البحث عن حل الأزمة السورية اللي قال الآن مع روسيا الداعمة لطهران الولايات المتحدة التي اقتربت أكثر بعد الاتفاق النووي من طهران ما الذي يمكن؟ هل يمكن صياغات اتفاق دولي لمنع هذه التدخلات الإيرانية وأيضا الاستمرار في تحقيد الأزمات ومنها الأزمة السورية؟ أنا أعتقد مطلوب يكون جهد الآن سياسي كبير هناك طبعا إيران صارت لاعب ثانوي في سوريا لاعب ثاني وليس أول بعد أن طلبا من روسيا التدخل إيران تنازلت عن دور القيادي البطولة وصارت تلعب دور مساند البطل وليس إذا أنا بناخد هوليوود أنك صارت اللاعب الثاني ولكن إيران مستمرة في تدخلها مع الميليشيات التي تدعمها والتي تحضرها من أفغانستان وباكستان كان ملفت أيضا ملك سلمان أمس مطالبته لإيران بعدم التدخل في الشؤون العربية وهذه طبعا رسالة واضحة في سوريا واليمن وكذلك في العراق فواضح جدا أن هناك الآن صار في محاور وسوريا تدفع ثمن هذه الحرب الباردة بيننا وبين إيران وبين روسيا وبين الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا هي مسرح لهذه الحرب الباردة والحروب بالوكالة لهذا السبب يعني هناك الآن موقف واضح يجب أن يكون مع الإدارة الأمريكية المغادرة ومع أيضا المجتمع الدولي وللأسف مجلس الأمن يعني متخاذل بشكل كبير مبعوثين الأمين العام إلى اليمن وإلى سوريا إلى الآن لم يجرؤا أن يعلنا من هو الطرف المتعنت الطرف الذي لا يتنازل وكنا معاك الأسبوع الماضي وأكدنا أنه فوضات الكويت عبثية صارت وكل يوم يثبت ذلك وهناك دعم من إيران لحلفائها ونحن ننظر من الناحية الاستراتيجية أن ما يجري في سوريا وما يجري في اليمن والعراق واللبنان وغيرها هو جزء من هذه الحرب الباردة بيننا وبين إيران ولهذا السبب طالما إيران غير مقتنعة بأنه يمكن أن تمارس نوع من الضغط على حلفائها وأذرعها في هذه الدول العربية التي تدعي بأنها تسيطر عليها عبر حلفائها فأعتقد أن المواجهة ستكون مستمرة ومتصاعدة وبحاجة إلى أن يكون لدينا موقف موحد وموقف أيضا يضغط على الطرف الآخر أنا كاتب مقال في الاتحاد أن الحصاد الذي نراه الآن حصاد المره وللانكفاء الأمريكي والعز العربي عن أن نكون فاعلين ومؤثرين أو أيضا نقنع من يقدمون أنفسهم كحلفاء لنا أنه يجب أن نرى حلول ويجب أن يكون ضغط على الطرف المتعنت مع من يدعمه من الخارج كالنظام السوري وكأيضا الحوثيين بأن هناك يجب أن يكون في إعادة النظر في هذه السياسات التي لن تخدم أحد ولن تعزز الأمن بل ستساعد على تمادي الإرهاب يعني جزء أساسي من استمرار الإرهاب ثم يقدمون نفسهم محاربة أن سياساتهم التي تعزز الطائفية وتعزز الفرز المذهبي والطائفي ثم يأتونهم ليقدموا أنفسهم ليدافعوا أو ليقاتلوا أو ليتصدوا للإرهاب الذين أهم يشعلونه ثم يريدون أن يطفئوه وطبعا هذا شيء متناقض وعلينا أن نفضح ذلك سيد أسعد أيضا نقترب من الجانب الإنساني ومع عقد مؤتمر المانحين هنا في الكويت كيف يبدو المشهد الإنساني في سوريا مع كل هذه التعقيدات أقول لك حقيقة يعني الجميع كسوريين يعلمون أن الإغاثات الإنسانية التي تصل إلى داخل سوريا هي مرجعية من الخليج أو من بعوها من الخليج ربما المساعدات أيضا حتى التي تطال السوريين في مناطق اللجوء قد يظن اللاجئ الموجود في ألمانيا أو في فرنسا أنه بعيد عن مساعدات الخليج أقول لك لا تماما أن المساعدات الخليجية من كل دول الخليج هي تصل لكل السوريين في كل مناطق اللجوء في العالم تتحمل المملكة العربية والسعودية والشقانة في الخليج أيضا متاعب وأثقال كثيرة حيال المساعدات الطبية المشافي الميدانية المشافي في مخيمات اللجوء تقديم الأدوية العلاجات هناك ربما الجميع يعلم أن هناك ملايين عمليات الجراحية وخاصة في دول الجوار وبأسعار باهظة ومرتفعة جدا تتحمل دول الخليج أعباءها إذن السوريون يعلمون تماما أنه عندما يتعرض أحدهم للجرح يعلم أنه بعد قليل سوف تنهل عليه المساعدات الطبية من دول الخليج وبالتالي هو يعلم أنه من يداوي جراحه هم أشقاه في الخليج أن هناك مساعدات إنسانية تصل للذين فقدوا وظائفهم تصل للذين فقدوا شبابهم الذين يعولوهم في الرزق يعني أقصد هنا أسر الشهداء يستفيدون من المساعدات الخليجية وأيضا هناك شيء ملفت للنظر الجميع ربما لا يعلمه كان لدينا عام مئة مليون عامل من السوريين في المملكة العربية السعودية لدينا إضافة إلى هذا الرقم مليون وثمانمائة ألف سوري مما اندخلوا إلى المملكة العربية السعودية تحت مسمى زيارات وهي ليست نظامية ولكن المملكة كانت تتغاضى وتسمح بكل أنواع زيارات اليوم هؤلاء المليون وثمانمائة ألف سوري الموجودين في المملكة السعودية يستفيدون من التعليم المجاني في الجامعات والمدارس يستفيدون من الطباب المجاني في كل المشافي يستفيدون من العمل حيث شاءوا وإنما شاءوا ويسمح له أن ينتقل من عمل إلى عمل آخر دون العودة إلى دوار قانونية ودون العودة إلى ما يسمى الفيزياء أو ما يسمى السواح بالعمل هذه الأرياحية لا يتعرض نعم طيب وضحت هذه النقاط والعلي في الدقيقة الأخيرة دكتور عبدالله مساعي في ظل الوضع المتردد إنساني سواء من هم في الداخل أو من اللاجئين يعني الجبير قال أنه يجب أن تشمل تهدئة كافة الأراضي السورية مساعي تهدئة الآن في ظل كل هذا التوتر في أقل من دقيقة في أقل من دقيقة أعتقد أن ما يجري في حلب هو جزء من إجبار المعارضة أن تذهب إلى جنيب وهذا طبعا سيفشل وأيضا إغلاق الطريق والمنافذ لأيضا إحراج تركيا ولمنع الإمدادات العسكرية من أن تصل إلى حلب يعني هذا واضح جدا مخطط النظام ومعا روسيا أعتقد بأن إذا في تهدئة أجب أن لا تكون في تهدئة في مناطق وقصة لا تكون موجودة في حلب يجب أن يكون هناك وهذا ما يقوله الآن كيري ولفروف أنه يطالب الطرفين من أن يسعيان إلى التهدئة يضغط على الطرف الذي هو يفجر الوضع وليس الطرف الآخر الذي أصبح هو الضحية من البداية أشكرك ضيفي هنا في سيديوهاتنا بالكويت الدكتور عبدالله الشايجي وكل شكر لضيفي من الرياض رئيس وفد الهيئة العليا المفاوضات أسعد الزعبي شكرا جزيلا لكم مشاركتنا هذا الحوار إذن وبهذا مشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم لمن فاتت حوارات المساء العودة إليها متاحة على موقعنا سكايني وزري بيدتكم ويب المساء موعدنا يتجدد غدا في الرابعة بتوقيت جرينيتش الثامنة بتوقيت أبو ربي إلى اللقاء